مع استمرار روسيا في عمليتها العسكرية بأوكرانيا تواصل موسكو بحث سبول حماية اقتصاد البلاد الذي تأثر بالعقوبة الغربية حيث تترقب كافة الأوسط الاقتصادية الخطوة الغربية المقبلة لتطبيق آلية سقف أسعار النفط على الخام الروسي المنتظرة ومقابل التحركات الغربية لحصار مدخلة الطاقة الروسية تدرس روسيا إجراء تغييرات في الطريقة التي تحسب بها الضرائب على النفط حيث تسعى للحد من تراجع في إيرادة الميزانية وفقاً مصادر لوكالة بلومبرغ وتسعى روسيا جاهدة لتوفير مسارة دفاعية لدعم اقتصادها عبر التركيز على التجارة مع الدول الصديقة وزيادة التعاملات بالعملة المحلية وكذلك دعم قواعد الاستهلاك والسياحة المحلية من جانبه أشار الكريملين إلى أن تنسيق الأسواق المالية يؤدي لخلق ظروف مواتية لبقاء رؤوس أموال الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوراسي واستثمارها في الاقتصادات الوطنية مضيفاً أن من المناسب استكشاف إمكانية إنشاء وكالة تصنيف أوروبية آسيوية توفر أدوة تقييم لخدمة النشاط الاقتصادي المتنامي في المنطقة الكبرى من جهة أخرى تسعى الشركة الروسية الكبرى بما فيها غير المستهدفة بشكل مباشر بالعقوبة الغربية على روسيا إلى تجنب المؤسسة المالية الأمريكية في وولستريت في إدارة خدمة ديون هذه الشركات بعد أن أدت الحملة الغربية ضد النظام المالي والشركات الروسية إلى اضطراب شديد في التعاملات المالية اللازمة لخدمة سندات تلك الشركات ترجمة نانسي قنقر